خط الزائل ورحت عملت ايام هالمساير العودة ورحت قسط رجلين الشباب وهدلتوا رجلين الشباب وبهدلتوهم ودمرتوهم وضيعتوا مستقبلهم ليش ما هو الناس مش قادرة انت فتحت ليش انت منفس انت سبت تاخد على اسرائيل عمال ناس معينة تختار لي الناس اللي صار بتعبر جوة تستفيد وما فيش الشباب زي حالاتي انا انا عندي كذا عيلة وعيلة كذا نفر وبأسكن في بيت كله غرفتين يعني انت كمان قطع علي الاكل وقطع علي وبعدين عندك ما شاء الله رئيسنا قطع عنا المعونات وقطع عنا الشؤون يعني ما فيش عنا احنا في غزة داخل ما فيش انت في انت اللي محتني انت لازم توفر لي فمت علي انت ما هو فرث لشي انت احتلتني وانت قاعدنا عمل علي حصار حصار خالق لا فيه ايش اللي كان يدخل ولا مين كان يدخل ولا اي جهة كان يدخل الشعب هو انتوا عمين ضحيتكم الاطفال والنسوان قاعد انت بتتغطي على حماس وتتغطي على المقاومة اش دخل الاطفال والنساء والبيوت انت مشكلتك مع ناس تانية مش معنا احنا احنا شعب احنا مقلوبين من الثمانية واربعين فيش عنا داخل ولا فيه عنا حياة ولا فيه اكل ولا فيه شرب ولا فيه شيء اذا انت 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 دمرتنا قبل سبع اكتوبر انت ايش عملت انت ما سويت شيء انجاز انت عملته ما فيه شيء انجاز الشعب حتى الشعب ايش منباد على بكرة ابيه احنا انت ايش بدك في الوسطات العشرين ووسطت حوالي خمسين الف شهيد ليش ليش ايش بدك في الاطفال هذه انت هس في المانيا صحيح موقعك في المانيا مش في غزة صحيح انا قلت لك انا من سكان غزة اه بس حاليا مش في غزة طيب انت طيب ممكن سؤال ليش هربت من الحرب لو كنت فعلا يعني رجل فلسطيني وعندك ولاء للدولة الفلسطينية ليش هربت من بلدك انا انا من قبل انا فهمتك الصورة احنا ليش اطنعنا من غزة احنا اطلعنا من غزة قبل الحرب انا اطلعت السند فاتت في شهر اثنين انا المعتقد 2223 انا اطلعت من كبت اطلعتش من وسع اطلعت من دياج اطلعت ست اشحر اللجمة انا اولادي بقولك الرئيس تبعنا اش سوا فينا انت هربت من اسرائيل وروح